موسيقى كثفت الأجهزة الأمنية العراقية عمليات البحث عن الأمريكيين الثلاثة الذين اختطفوا قبل أيام في بغداد المزيد في تقرير يزان الرماوي حملات أمنية واسعة النطاق وعمليات دهم وتفتيش مكثفة ما تزال الأجهزة الأمنية العراقية تنفذها في مناطق واقعة جنوب وشرق وشمال غرب بغداد بحثا عن ثلاثة أمريكيين يعملون ضمن شركة أمن خاصة لصالح الجيش الأمريكي بالعراق اختطفتهم مجموعة مسلحة مساء الأحد الماضي في أحد الأحياء الشعبية في حي الدورة جنوب بغداد مصادر في الشرطة العراقية أكدت أن الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب داهم أكثر من مئة منطقة في بغداد تمثل أبرز معاقل الميليشيات المسلحة كما قطعا عددا من الطرق ونصبا نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج العاصمة لتفتيش السيارات والركاب معلومات الأولية المتواترة والمتوفرة أن هذه العملية قد لا تكون في الإطار السياسي الميليشياوي ولكن هي قد مؤكدة أو شبه مؤكدة هي في إطار العمليات الجنائية الإجرامية الابتزازية عصابات منتشرة في بغداد كثيرا خصوصا هذه الفترة مع تدهور الحال الاقتصادية وضعف الأجزاء الأمنية انتشرت هذه العصابات وتقوم بعمليات خطف محللون أمنيون وسياسيون أشاروا إلى أن اختطاف الأمريكيين الثلاثة لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها بغداد هذه العملية لم تكن العملية الأخيرة قبلها خطفوا الكثير من العراقيين وقبل أيام أيضا خطفوا الصيادين القطريين وقبل فترة منذ ثلاثة أشهر خطفوا أكثر من ألف وخمسمائة شخص أو بحدود ألف وثلاثمائة شخص من منطقة الرزازة من ناس المهجرين بالإضافة الخطف اليومي الذي يمارس على العراقيين سواء في بغداد أو في ديالة أو في مناطق أخرى خطف الأمريكان مؤشر واضح لدى الرأي العام العراقي والعربي والإسلام والعالمي على أن الخطف في بغداد أصبح يهدد أمن المواطنين جميعا عمليات بحث مستمرة عن الأمريكيين الثلاثة اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية في خضمها بالقول إنها تعمل بتعاون كامل مع السلطات العراقية لتحديد مكان الأفراد واستعادتهم دون الإفساح عن مزيد من المعلومات اشتركوا في القناة